اشتركوا في القناة اعلنت الاعلامية ريهان سعيد عن عدم قدرتها على استكمال تقديم برنامجها هي وصبايا وده طبعا بسبب تدهور حالتها النفسية بعد اللي حصلها نحن عارفين طبعا اللي حصلها اسر جراحة التجميل اللي وصفتها بالفشلة وتوجهت ريهان بالاعتذار لكل المشاهدين واعلنت ان هي هتحصل في الفترة اللي جاية على اجازة مفتوحة وكل ده طبعا لغاية وضعها ما يتحسن ريهان سعيد كده بالشكل دو اعلنت اعتذالها انا مش هقدر مش هقدر اخد مش هنقدر نكمل لانا في حمد وشكر والله العظيم والله من قلبي الحمد لله الحمد لله اني لسه بتكلم لسه بشوف صحيح مفيش قدرة على التحكم في البربشة لكن لسه بشوف حسن حد شددني من بصوا معمولة كده الحمد لله قدر الله مش هافعل كان من المخطط ان هي تقدم عدة حلقات عن اخطاء جراحات التجميل لكن بغتت الجميع واتظرت عن عدم ظهورها بهذا الشكل طبعا كلنا عارفين ان حالتها النفسية متأثرة جدا واعلنت عن عدم ظهورها مرة تانية في الفترة اللي جاية من خلال منشورها عن فيسبوك وكتبت وقالة المنشور اللي انتو شايفينه معايا دلوقتي انا اسفة انا في اجازة من الشغل الغيب من نفسيتي تتحسن هتوحشوني ودخلت ريهان سعيد في حالة من البكاء على الهواء مباشرة وداخلة لتقدمها برنامجها على شاشة قناة هيا بصوا بصوا شي بيعمل ازاي كلنا عارفين طبعا ان كل ده بسبب عمليتي التجميل اللي اتكلمنا عنها في فيديوهات كتير واني بتتهم من خلالها الدكتور نادر صعب بتشويه وشها ريهان سعيد الحياة في الحالة الاولى قالت ان هي اول مرة تظهر على الشاشة بشكل طبيعي ودي كانت جرأة شديدة منها الكل بيحسدها عليها سبحان الله بالرغم ان هي طبعا في مصيبة او في كرسة لكن حتى الحسد بيكون في الكوارث برضا سبحان الله ريهان سعيد قالت ان هي بتضطر تحطه في وشها 13 كيلو من مساحية التجميل وان هي دلوقتي مش قادرة تخلق من منزلها او تمارس عملها بشكل طبيعي ريهان سعيد لفتت نظرنا الى صحة الصور المتدولة لها بعد اغضحها لجراحة التجميل واتهمت الدكتور التهام مباشر بتشويه وشها اتهمته ان هو انزل صورة لوحدة مش هي خالص وقالت انا كنت زي الامر وطبعنا كلنا ازمة ريهان سعيد واللي انتهت النهاردة بوضع نهاية للفصل الاول من ازمة ريهان سعيد وهي انها تاخد اجازة مفتوحة ولكن انا شخصيا ما باعتبرهاش النهاية ريهان سعيد طبعا في الفترة اللي جاي هتتفرغها لشان تاخد حقها وكلنا عارفين وقلنا في الفيديو اللي فات ان هي رفعت 6 قضايا على الدكتور ان هي في طريقها ترجع حقها من الدكتور وكمان في قضايا كانت على الدكتور قبل كده وهي دلوقتي بتحاول تسعى علشان تجيب كل المعلومات الخاصة بالقضايا دي علشان تكون داعم لها في قضيتها وكلنا عارفين طبعا ان رد الدكتور نادر صعب على كل اتهامات ريهام وخرج في اكثر من فيديو بيحاول يتنصر بالتهمة المتوجهة ليه ولكن القضايا في الفترة اللي جاية هو اللي هيزبط اذا كان فعلا مدان ولا لأ وفي نهاية حلقتنا النهاردة بنقدم التشجيع والدعم لريهام وبنقول لها اخدي اجازة مفتوحة وارتاحي خالص لغاية من نفسيتك تبقى احسن وان شاء الله احنا ممتظرينك عايزكم تقولوا كلمة لريهام سعيد تحبوا تقولولها ايه احدينا النهاردة هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا الحلقة النهاردة كانت خاصة بتطور ازمة ريهام حلقة صغيرة ولكن كانت بتحمل احدث الاخبار عن ريهام سعيد بشكر كل جمهور اللي وصل معايا لنهاية الفيديو انتظروني في حلقة اخرى من قناتنا قناة ياسمينة اليوتيوب واخبار النجوم اللي اشتركوا في القناة هو اگهت شكرا اشتركوا في القناة